اشتركوا في القرآن وعلك ترجع يوما للرحمة والغفران الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان فعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان مثل جنان الرضوان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأحسان إلى مديني ثم أما بعد مع روضة جديدة من رياض الجنة مع هذه الكلمات النورانية التي تخرج من أساتذتنا وضيوفنا الأعزاء الكرام الأستاذ الدكتور العربي كالشاط وأستاذنا الكريم الدكتور عمر عبد الكافي هؤلاء العلماء الأجلاء الذين أكرمنا الله بهم أن نلتقي بهم كل ليلة مع برنامجنا نداء الإيمان ومع آية من الرحمن من هذا القرآن العظيم اليوم نعيش مع آية من صورة النساء حيث يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاعجة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا تصوروا معي أن امرأة أمريكية باحثة في الدكتوراه قررت أن تقرأ القرآن الكريم لتبحث عن المرأة في القرآن الكريم وفي الإنجيل وفي التوراة ثم قالت لم أجد كتابا يصف المرأة بأنها خير كثير إلا القرآن الكريم لأنها وجدت المرأة في الإنجيل تعامل على أنها تعاقب فالرجل يتعامل مع المرأة المرأة تطيع زوجها في الإنجيل المحرف على أنه نوع من العقاب والتكدير أما في الإسلام فنوع من الإعجاب والتقدير لأنها امرأة خلقت مني وهي بضعة مني في هذا الإطار أستاذنا الكريم حقيقة العلاقة بين الرجل وزوجته في موقف عدم الظلم وفي موقف الإحسان فهذه الخطوط المتقابلة كيف نتعامل معها؟ محمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسول صلى الله عليه وسلم أما بعد عندما يبتعد الإنسان عن منهج السماء يعني يصير مخلوق من أي نوع كان نحن عندنا في بيئتنا العربية للأسف وفرة في الذكورة وندرة في الرجولة يعني هنا يعني دي دي تكاتب بصراحة يعني دي هذه كلمات من نوع وفرة في الذكورة وندرة في الرجولة الرجولة صفة ليس تنسب لأن رجولة لم يقل وجاء ذكروا من أقصى المدينة لم يقل فيها ذكور لأن فيه رجال نعم فالرجولة بمعناها صفة 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 تشمل رجال والنساء طبعا طبعا لا شك نحن عندنا الثلاث مستوياتنا التعامل فيه ظلم وفيه عدل وفيه فضل نعم أهل الشمال واليمين والمقربين بالضبط كده بالضبط الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه فإذا لو تصورنا زي الكرة الأرضية في خط الاستواء وفي مدار الجدي وفي مدار السرطان نحن إذا ذهبنا إلى خط الاستواء لن نجد خطنا نعم فإذا صورنا الخريطة الزوجية أن هناك خط الاعتدال فإذا حفنا ناحية اليسار ذهبنا للظلم وإذا وقفنا عند خط الاعتدال وقفنا في مناط العدل فإذا ارتقينا عند الطرف الآخر صرنا في مرتبة الإحسان ولا تنسوا الفضل بينهم هذا أمر والحياة الزوجية تقوم على أمرين أمر من كتاب الله وأمر من سنة رسول الله تحتاج إلى فلسفة وعاشرهن بالمعروف في هذه الآية وفي حجة الودع استوصوا بالنساء خيرا أين المعاشرة بالمعروف وأين أن نستوصوا بالنساء خيرا إلا إذا كنا مؤمنين فإذا خرجنا من دائرة الإيمان حاف أحدنا على الآخر والقضية أن دراسة نفاتيح الآخر هو الذي يسعي للإنسان فالتابعية قالت في ليلة بنائها لمن تزوجها يا أبا عبد الله أنا لا أعرفك وأنت لا تعرفني فخبرني ماذا تحب من الأمور حتى أتيه وماذا تكره حتى أتجنبه قال عشت معها ثنتين وأربعين سنة ما رأيت منها هنا تنقط وما رأيت وجهها قطط طبت جبينها في وجه قط إن شاء الله لأن أدراكت مفاتيحي الشخصية وقال يعني معدرة في قضية الدفع المستمر وضغط يعني لأن المرأة تفصيلية الحدث تحب التفصيل وذهب وماذا قال الرجل إجمالي القرارات فلابد أن يعطي بعض التفصيل ولابد أن تعطي هي بعض الإجمال هنا نتوافق ونلتقي عند خط الاعتدال أما أن لا أرى أن إنسانا فاضلا يظلم زوجته ويسأل نفسه سؤال واحد فقط هل تتمنى أن تتزوج ابنتك برجل في مثل خلقك الكل سوف يقول لا لأنه يخاف على بنته لأن ابنته قطعة منه ولم نعامل الأخرى على أنها جاء من كوكب آخر نعم أستاذنا الكريم دكتور العربي إحنا عندنا في الآية تخلية في أولها وتحلية في آخرها لا يحلوا لكم من تارثون سكرها وبعضين تخلية تانية ولا تعضلوهن وبعد كده وعاشروهن بالمعروف وبعضين مسألة الحب فإن كرهتموهن فإحنا عايزين يعني نوضح هذه العلاقة بين التخلية والتحلية وأستاذنا الكريم حيشنا مع مرتبة الظلم وده الحد البعيد وبعدين العدل الحد العادي والفضل ده يعني المستوى السامي فيعني وصعوبة حديثي الآن أنه يأتي بعد هذه الصورة المشرقة وهذه الأفاق التي أراد الأستاذ حفظه الله أن يرفعنا إليها ولكنني أستأنس بما تفضل به لأسلط بعض الضوء نازلا من جمال السماوات التي رفع الله إليها الإنسان إلى أرض الواقع التي شوهه بعض أفراد بني آدم أولا الآية بدأت بتوجيه المسلمين إلى التخلص من رواسب الجاهلية لأننا إذا أردنا أن نبني بنيانا فإن أول ما نبتدئ به هو أن نزيل الأنقاذ والجاهلية تصورات شوهاء ووقاع اجتماعية عرجاء التصور المشوه يجعل الإنسان أعرج والكون متوازن ولعل الصورة التي تجسد لنا حقيقة التوازن هي صورة الطائر الطائر ذو جناحين لو عطب هذا الجناح لا يحلق الطائر والجناحان متوازنان والجناحان يخدم بعضهما بعضا دون شعور لا باستعلاء ولا باستدناء يعني الجناح الأيمن لا يمن على الجناح الأيصر والجناح الأيصر لا يشعر بعقدة النقص بالعكس لو لا الجناح الأيمن لما أدى الجناح الأيصر وظيفته ولولا الجناح الأيصر لما أبدع الجناح الأيمن الجناحان الاجتماعيان هما الرجل والمرأة أشاء الله ولقد جمع الله عز وجل في آية واحدة بين هاتين الدعمتين المتقابلتين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى الله أكبر وأيضا في الواجبات والمؤمنون والمؤمنات تعظم أولياء بعض هذا التوازن والرجل والمرأة بمثابة اليدين اليد اليمنى واليد اليسرى لا أستطيع أن أحدث صوتا بيد اليمنى فقط ولا أستطيع أن أحدث صوتا بيد اليسرى فقط ولا أستطيع أن أتنظف بيد دون الأخرى فاليد اليمنى واليد اليسرى تتشابكان هنا لباس لكم وأنتم لباس لهن واستخدام كلمة اللباس تعني أمورا عجيبة تعني أولا ستر ما لا ينبغي أن يكشف ستر المعنوي النفسي والاجتماعي وتعني الحفظ وتعني الزينة يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم هذه الوظيفة الأولى للباس الوظيفة الثانية وريشا وجمالا وروعة ولباس التقوى ذلك خير البشرية كلها تشتركوا في اللباسين الأولين وتختلف عندما نأتي إلى لباس التقوى إن شاء الله جزاكم لخيرا يا الحاب نشكر أستاذنا الدكتور العربي ونعود إلى الآيات مرة ثانية بعد فاصل سريع إن شاء الله فأبقوا معنا نراكم على خير فعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضواني مثل جنان الرضواني إخواني وأخواتي في كل مكان عود على بد مرحبا بكم مرة ثانية في معايشة مع هذه الآيات التي تتحدث عن عدم ظلم النساء وعن نصور إلى العدل ثم إلى الفضل معا وكنا مع أستاذ الدكتور العربي يتحدث في قضية الجناحين لطائر واحد واليدين لإنسان واحد هذا هو النموذج الذي يرسخه ويؤسسه القرآن الكريم في حياتنا ليس هذا التنابذ الموجود بين فريق الرجال وفريق النساء وأنما هو هذا التعاون والتلاحم بين رجالي والنساء والحياء أنا عندي بحث بعنوان المرأة والرجل بين المقام والمهام فقلت نحن في المقام واحد لا يختلف أبداً الرجل عن المرأة ولا توجد أفضل الرجل عن امرأة أما إذا تكلمنا عن المهام الوظيفة فأنا الرجل وأنت امرأة لا بد أن نكون مننا من ناحية الجسمية من ناحية الانفعالية النفسية من ناحية التفكير العقلي ذكرنا أستاذنا دكتور عمر أن التفكير الإجمالي عند رجل والتفصيل عند المرأة ليتكامل لا ليكون هناك تنابذ بين الاثنين ويعني المؤسف أن هناك طيارات الآن تغذيها هيئات الأمم وغيرها في قضية الجندر وقضية يعني حتى يعني وصلت المسألة في أفق يعني أسوأ ما يمكن أن نسمع أن امرأة قالت لماذا يكون الله ذكراً ونقول قل هو الله أحد لا بد أن نقول قل هي الله أحد الله لا إله إلا هي الحي القيوم إلى هذا المستوى ينحدر واقعنا المعاصر نعود إلى أستاذنا إلى هذا التكريم للمرأة من أن تظلم ثم أن تكون عطاءاً فيضاً بهذه العشرة الطيبة لا نريد أن نقول للمشاهدين والمشاهدات كلاماً ربما يعني يكون يعني في أفق معينة نحن نريد أن نهبط إلى الواقع نعم ونعطي يعني لمحة عملية لو طبقناها لكتشفنا أننا بدأنا في معاشرة زوجاتنا بالمعروف نعم مثال كيف نعم نحن في شهر رمضان نعم نفرض أن امرأة ابتريت بالعمل نتيجة ظروف خاصة تأتي في رمضان تصل إلى البيت الواحدة أو الثانية ظهراً واجب عليها أن تقوم بضع ساعات إلى أن يؤذن المغرب في مطبخها لتجهز ألوان الطعام في شهر الصيام نعم يعني هذا هو الخلل الحاصل ما بين أسرنا ونستهلك في رمضان أضعاف ما يستهلك في غاية رمضان فحولنا شهر الصيام إلى شهر طعام المهم بعد ذلك يعني بعد المائدة أن تنتهي يأخذ الرجل أولاده الذكور ويذهب لصلاة العشاء والترويح وتجلس المرأة لتزيل أثار العدوان التي حدثت على المائدة في المغرب وتعد العدوان للصحور وناهيك إذا فجاءها الزوج أن غداً عندنا عشرين وثلاثين ضيفاً وضيفاً وبالليل في ضيوف يعني عداد هل يستطيع واحد مننا يقول أنا سوف أمكث اليوم لتنظيف الأطباق وإعداد السحور وذهبي أنت عليك النوبة لصلاة الترويح حتى تسترويحي الطاعة في المسجد لو صنع هذا واحد مننا دي عايزة رجولة من الذكورة لا الذكر لا يتصرف هكذا نعم نحن نتكلم عن الرجال فيه رجال نعم في البيوت الرجال وفي المساجد الرجال بهذا المنطق يعني نعم هذا المنح الذي رأينا النبي صلى الله عليه وسلم لما تاتي إليه صفية زوجه الكريم فيقطع التكافة ويخرج معها وينحني حتى يضع ركبتيه على الأرض وتضع صفية ريدها على ركبته ثم يرفعها قليلاً حتى تركب فوق الناقة المناخة أليس هذه الصورة من صور الإتيكيت التي نراها في الأفلام عندما يقدم الكرسي يقرب من الزوجة في صورة تمثيلية نحن لسنا تمثليين نحن ناس واقعيين نرقى بالمرأة الرقي السامي الذي وضعها فيه رب العبادة عز وجل فهذا المثال العملي لو صنعناه كان النبي في مهنة من من المشاهدين المشاهدين الآن لا يحفظ وكان في مهنة أهله يفعل كذا وكذا وكذا هل هذا كلام تهويم محبة نظرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حشرنا وسألنا ماذا صنعتم بسنة كيف اقتدلتم به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فبهذا المنطق أليس عندنا رجل عظيم عبقري في التريق عمر يأتيه رجل ليشكوى من زوجته التي ترفع صوتها عليه فلما اقترب من باب عمر سمع زوجة عمر تعنفه فولى الرجل فات عمر الباب وندع عليه وسأله قال له يا هذا عمر يلخص لنا القديم هذه هي التي ترفع صوتها عليه طباخة لطعامي غسالة لثيابي مربية لأولادي وتشجعني على الحلال دون الحرام وإن صبرت على سوء خلقها أدخلني الله الجنة فكيف لا أصبر عليها فإلى أي بقعة النظر عمر البقعة المضيئة ونحن فيما ننظر البقعة السوداء فهذه المصيبة فقضيت يعني وعاشروهن بالمعروف يعني ينهاني أن أرث النساء كرهم ولا أعضلها ولا أظلمها ولا أؤذيها ثم بعد ذلك فربنا جدلا أنني آذيتها ومت وهي مظلومة تدعو ودعوة يعني أنا نائم وربما زوجة تنمع بينها وبين زوجها خمسة سنتيمتر تدعو عليه هو نائم وعين الله لم تنم أين يذهب من الله عز وجل كيف يعني استوصوا بالنساء خيرا لماذا اتقوا الله في الضعيفين إلى هذا الكلام متى نفيق ومتى يعني نكون رجالا يعني نشرف ونشرف ديننا ونتشرف أننا أتباع لخير زوج ومحمد خير البشر صلى الله عليه وسلم سيدنا الكريم يعني مسألة المشاعر الفياضة الإنسان حتى مشاعره ممكن يكذبها أحيانا بكلمة الله عز وجل فإن كان يهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا يعني عقلي بيقول لي إن زوجتي إنسانة سيئة لكن وحتى العقل ده وصل إلى المشاعر كراهية الله يمسح هذا تماما وهذه الآلة التي جعلت امرأة أمريكية كما بدأت تسلم وقالت أنا في ذهول لم أجد خيرا كثيرا صفة المرأة إلا فكيف تقرأ هذه المسألة في إطار التفاعلات النفسية والعقلية مع الوحي الرباني أول مظاهر التفاعلات الشعور بالتشارك 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 نعم والقرآن الكريم يخاطب الرجال وعاشروا هنا الرجل يعاشر المرأة والمرأة تعاشر الرجل يعني الزوجية الزوج يعاشر زوجه وهكذا إذن المعاشرة نرجع إلى الدعامتان المتقابلتان أو إلى القطبان قطبين أو إلى القطبين القطبان المتقابلان يعني يؤديان كل منهما يحيى خصوصيته وخصوصيته تنمو من خلال التشارك نعم هذا القطب الإيجابي والقطب السلبي ولا هذه كلمة الإيجابي والسلبي بمعنىها الدوني ما عرفتها فقفتنا ورثناها عن غيرنا فقط يعني كلمة وردت ورثناها عن غيرنا وهذه من الكلمات الملوثة اللي بتخلي السلبي يقول لك أنا ما حبيش يعني أنا إذا مثلا في الكهرباء إذا قلت هذا سلبي وإيجابي يعني أنت تنظر إلى القطب السلبي نظرة دونية لا نظرة تكاملية مثلا قلنا في جسم الإمسان فيها أعضاء زوجية العينان والأذنان وما إلى ذلك هذا ما الذي يدحرج الناس إلى مهوي الاضطرابات الفكرية والاختلالات الاجتماعية هو فقدان وحدانية الرأس المدبر نعم مثلا عندي عينين عندي أذنين ولكن مخ واحد الرجل والمرأة لا يرجعوا الرجل ليست مرجعيته الذكور والمرأة ليست مرجعيتها النسوانية وإنما الارتفاع إلى الله إلى الويتر الله أعلم إلى الويتر ذكر الله تبارك وتعالى مظاهر الزوجية في مختلف المجالات الكون وذكر الويترية نعم الحقيقة يعني سبحان الله العظيم يعني تنتهي الحلقة سريعا يقول الشاعر يطور اليوم فيه لأراكم ويومي عند رؤيتكم قصير مع هذه الكلمات المضيئة من نور الله عز وجل إنه الله الواحد والأحد الذي تقوم عقيدة على وحدانية الله وزوجية الخلق ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فكيف أظلم زوجي وهو بضعة مني كيف لا أعدل كيف لا أقدم الفضل هذا دورنا الذي نرجو أن ناخده من هذه اللمحات النورانية أشكر باسمكم أساتذتنا وإخواننا أستاذ الدكتور العربي كشاط وأستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي فنراكم دائما على خير شزاكم الله خيرا شكرا الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن تتأمل في القرآن تعود بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان يا هم من أقليل عندك أن توصف بالإيمان أجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان فعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضواني مثل جنان الرضواني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر